صلة الراحم أيها الأحبة هو الإحسان إلى الأقرباء وإيصال الخير إليهم ودفع الشر عنهم ما أمكن وقطيعة الراحم عكسه أي عدم الإحسان إليهم وقيل الإساءة إليهم وقد تختلف الصلة بحسب الحاجة والقدرة وكذلك تختلف بحسب القرب والبعد منك أحبتي هناك بعض الأعمال ينبغي مراعاتها لتقوية الصلة أولا أيها الأحبة الزيارة بأن تزورهم في مساكنهم وثانيا الاستضافة بأن تضيفهم عندك في مكانك والثالث أيها الأحبة التفقد والسؤال عنهم بأن تسألهم عن أحوالهم عبر الجوال أو الرسالة أو غير ذلك والرابع المشاركة في الأفراح بأن تهنئهم وتقدم لهم الهدايا وتظهر الصرور والفرح والخامس أيها الأحبة المشاركة في أحزانهم لو مات أحد منهم أو أصيب بمصيبة تواسيهم وتحاول في تخفيف أحزانهم وتلقنهم وتذكرهم بالصبر وتظهر الحزن بما أصابهم وغير ذلك كثير كسلامة الصدر أمامهم وإصلاحهم فيما بينهم وعيادة المرضى واتباع الجنائز والدعاء لهم وعلموا أيها المشاهدون الكرام إن لصلة الرحيم عدة فوائد منها أولا إن لصلة الرحيم امتثال لأبر الله سبحانه وتعالى ثانيا تنفيذ لبصية رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الثالث أيها الأحبة هي من أحب الأعمال إلى الله تعالى ورابعا هي من أسباب دخول الجنة خامسا يتدل على الإيمان بالله واليوم الآخر وسادسا هي سبب لزيادة العمر وبسط الرزق وسابعا أيها الأحبة هي من أفضل أخلاق أهل الدنيا وثامنا هي تدفع ميتة السوء أحبة الكرام لنيل هذه الفضاء لكلها علينا أن نبذل جهودنا في صلة الرحيم والإحسان إلى الأقرباء وإيصال الخير عنهم ودفع الشر عنهم بقدر الإبكان صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم